عن جابر الجعفي عن صادق العترة صلوات الله عليه الحكمة ضالة المؤمن الحكمة ضالة المؤمن هذا التعبير بضالة تعبير دقيق جدا من مراد من الضالة شيء عزيز على الإنسان يضيعه يفقده قد يكون طفلة صغيرة وقد تكون الضالة فرسا غالية الثمن وقد تكون الضالة مبلغا كبيرا من المال وأشياء عزيزة عند الإنسان أشياء عزيزة عند الإنسان يضيعها يفقدها لسبب وآخر وهو يعتقد أن لو بحث عنها فإنه سيعثر عليها فسيكون جادا وحريصا في البحث هذا هو المراد من أن الحكمة ضالة المؤمن فحيثما وجد أحدكم ضالته فليأخذها طفلتك الصغيرة وفي ازدحام من الناس ضاعت من بين يديك ستذهب ملهوفا يمينا شمالا للعثور عليها فإذا ما عثرت عليها فإنك ستضمها إلى صدرك وهكذا الحكمة ضالة المؤمن على المؤمن أن يبحث عن ضالته ليل نهار إنها الحكمة التي ذكرت في الآية الثانية بعد البسملة من سورة الجمعة حينما كانت الآية تتحدث عن منهج رجل الدين الإنسان وإنها الحكمة التي ذكرت في الآية التاسعة والستين بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة ومن يؤت الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إنها الحكمة إنها الحكمة عبر عنها بالحياة وبالنور في الآية الثانية والعشرين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام إنها الحياة التي ذكرت في الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة من سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم تلك هي الحياة وتلك هي الحكمة وذلك هو النور الذي على المؤمن أن يبحث عنه بشكل مستمر كما يبحث عن ضالته الحكمة ضالة المؤمن فحيثما وجد أحدكم ضالته فليأخذها وهذا هو الذي أحاول أن أكون على غراره إنني أبحث عن الحكمة اليمانية أنني أبحث عن المنهج اليماني ترجمة نانسي قنقر